أعربت وزارة الصحة وصناديق المرضى عن رضاها بوتيرة تطعيم الفتيان بين الثانية عشر والخمسة عشر عاماً في البلاد خلال الأيام الأخيرة إلا أنها كشفت عن فجوات كبيرة بين نسبة التطعيم في المجتمع العربي والحريدي مقارنة بالمجموعات الأخرى خاصة في النقب ووفقاً لبيانات تطعيم الأطفال تبين أن نسبة تطعيم الأطفال العرب بلغت 2.8% من نفس الفئة العمرية بالجرعة الأولى ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مختصة في إعلام وزارة الصحة قولها إن الاستطلاعات تظهر أن العائق الرئيسي أمام التطعيم هو الخوف من الآثار الجانبية بعد اللقاح يذكر أن وزارة الصحة ستمنع صناديق المرضى من التطعيم بالجرعة الأولى اعتباراً من الأحد المقبل لأن الجرعة الثانية التي سيتعين عليهم أخذها ستكون صلاحيتها قد انتهت